وفي السماء نصور إذا ما حلقت بثت طمأنينة وأمنا أن لهذه الديار خط دفاع جوي يحميها منذ أن بدأت مصر تبني قوتها العسكرية كان لسلاح الجو مكانة خاصة في وجدان المصريين الشعب والجيش يفخر بأسطول يصنف من بين الأكبر والأكثر فاعلية وتنوعا في العالم مقاتلة رفال الفرنسي رفعت كفاءة سلاح الجو المصري منذ أن بدأ توريدها عام 2015 لم يكن اختيارها وعقد الصفقات لاقتنائها عبتا عاصفة الرمال أو انفجار النار هي المعاني التي يحملها اسم رفال هذه الطائرة تعد من بين الأقوى في الجيل الرابع من المقاتلات تكاد تكون شامل فهي تحقق بشكل كبير معادلة التفوق الجوي في المعركة والاعتراض والاستطلاع والدعم الأرضي والضربات العميقة والضربات المضادة للسفن ومهام الردع النووي تم تصميم الطائرة بهندسة عبطرية وأجنحة على شكل دلتا تضمن مناورة فائقة ومستقرة في أقصى ظروف الاشتباك وتصل سرعتها إلى 1.8 ماخ أي حوالي ألفي كيلومتر في الساعة وتحلق حتى ارتفاع خمسة عشر ألف متر وتقطع مسافة تصل إلى ثلاثة ألاف وسبعمائة كيلومتر يمكن تزويدها بأربعة وعشرين طن من الأسلحة وتحمل أربعة صواريخ جو جو إضافة إلى صاروخ كروس وتتميز رافل برادار هو الأكثر تطورا على الإطلاق يمكن له أن يرصد أربعين هدفا ويشتبك مع ثمانية أهداف في وقت واحد كما يمكن للرادار التشويش على جميع الدفاعات الجوية والرادارات الأرضية ويمكن للطيار أن يستخدم رادار طائرة صديقة إذا كان تحت نظام التخفي وتعطيل راداره حتى لا يعرف بوجوده العدو ولا يتفوق على نظام الحرب الإلكترونية في الطائرة إلا ذلك الذي في مقاتلة F-35 الأمريكية ولكن بفروقات بسيطة جدا فهذا النظام يمكن له تزويد الطيار بمواصفات الطائرات التي في الجو ووجهتها وسرعتها وتسليحها واختراق معظم المعلومات التي فيها حتى أنه يميز بين الطائرة العدو والصديقة وفي ميزة فريدة تملك مقاتلة رافال صاروخا يمكن أن يستهدف الطائرة التي تلاحقها من الخلف كما أنها مزودة بنظام البحث الحراري الذي يكون تعويضا عن الرادار في حالة التخفي رافال ثنائية المحرك والأكثر أمانا في العالم لا تكاد تنتهي مزاياها القتالية وإلا ما كانت لتنفق فرنسا على هذا المشروع مبلغا يزيد عن 65 مليار دولار الآن مصر ترفع من رصيدها الجوي بمزيدا من مقاتلات رافال لتضمن تفوقا جويا عسكريا يحلق بقلوب المصريين إلى عنان السماء ويجبر المتربصين شرا على أن يعيدوا حساباتهم ألف مرة ومر الله أكبر